أقدم مسلح تنظيم داعش على قتل أحد وجهاء عشيرة أبو بدران بعد اقتحام منزله في قرية جنوب الموصل مرتدي نازيا عسكريا وقال مراسل الفلوجة أن عناصر داعش تسللوا إلى قرية العمرين جنوب الموصل واقتحموا منزل الشيخ راغب عبدالهادي البدراني أحد وجهاء عشيرة أبو بدران واقتادوه إلى الخارج ثم أطلقوا النار عليه وأردوه قتيلا في الحال